اشتركوا في القناة طبعا هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا النهاردة وهو الزكاة وقيمة الصدقة وده موضوع مهم جدا كتير مننا مش عارفين فضله ولا قيمته في حياتنا ومستقبلنا فاكرتنا النهاردة يتقع عن الصدقات او بمعنى اصح ازدي الصدقة قادرة تمسح زنب انا عملته قبل كده زي مصطفى حسني قال في حلقة ليه قبل كده انا هقول يعني هقولك بالعامية زي ما استاذ مصطفى حسني قال في حلقة قبل كده ان اللي بيعمل حاجة غلط بيفضل يعملها 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 وهو حاسس بزنب حاسس هو انا بعمل الحاجة غلط انا بعمل كده انا فعلا انا غلطان في كده هو عايز بطلها ومش قادر انه يبطلها زي مثلا حد بيشرب مخدرات مش قادر انه يبطل مغطر وعارف ان الحاجة دي غلط عارف لا انا بعمل الحاجة دي وعارف ان هي غلط وعارف ان هي حرام بس مش قادر ان انا بطلها زي مثلا عمل الخطيئة دي لكن مش قادر انه يبطل في نار ماسك في جسمه بنات مثلا بتعمل حاجة غلط ولاد برضو بيعملوا حاجة غلط بس مش قادرين انهم يبطلوا الحاجة الغلط دي ومعترفين وعارفين ان هم عارفين الغلط دي بس لدي شخصيتها ولا دي اخلاقها بس القلب متعلق بسبب التزوق اللزة دي فالصدقة بعد الخطيئة تطفئ نار الخطيئة في القلب وطبعا تكفر استيقات من الميزان خدت بالك يا تقى من تعبير تطفئ نار الخطيئة في القلب انا عاوز اقولك ان حقيقة اثرت بكلامك يا ندا ولمس قلبي من جواه كده بس قبل ما اقولك بس انا عاوز اقول ان المرخص او معنى كلام استاذ مصافة حسني طبعا هو بيقول تصدقوا تصدقوا كتير بنية اطفاق نار الخطيئة في القلب او مش شرط ان دي ممكن بقى نتصدق بنية رفع البناء بنية راحة البال بنية الشفاء ونبتكر دايما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حصنوا اموالكم بالزكاء وداووا مرضاكم بالصدقة الله بجد طب بسي هتقع عشان الكلام ده هياخدنا خلينا كده بالترتيب نعرف السادة المشاهدين كم محور كده هنمش عليهم ايه رأيك نبدأ بايه خلينا نبدأ بتعريف الصدقة اصلا تعريف الصدقة بيقول ان من افضل واحب الاعمال الى الله تعالى هي صدقة على المحتاجين والفقراء لان في اخراجها كمان يا ندا دليل على صحة ايمان العبد بالله تعالى ويقينه بان هو الرازق سبحانه وتعالى طب خلينا نذكر بعد كده بعض من فضائل الصدقة والاولها زي ما ذكرنا من شوية طبعا انها بتطفق غضب الله سبحانه وتعالى مش بس المال يا جماعة صدقة لا ده تبسمك في وجه اخيك صدقة اماطة الازى عن الطريق صدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تجبيرة صدقة ده حتى صلاة الضحى صدقة عن كل مفصل من مفصلنا ثالثا انها وقاية من النار كما في قوله تعالى فاتقوا النار ولو بشك تمره برضو انها تمحو الخطيئة وتذهب نارها كما في قوله والصدقة تدفق الخطيئة كما تدفق الماء النار وبرضو ان المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما في حديث عجبة ابن عامر قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كل مرئ في ظل صدقته حتى يجد بين الناس الجملة دي تقى ان يوم القيامة بيبقى فيه طبعا اهوال وشمس وحر الشمس طبعا بتبقى في قرصنا فيه ناس ربنا بيبقى ظللهم بظل الظل ده اللي هي بتبقى الصدقة بتاعتهم في الدنيا بالزبط وكمان يا نادة ان في الصدقة دواء لجميع الامراض البدنية كما في قوله تعالى دو مرضاكم بالصدقة يعني لو واحد تعبان يتصدق بنية ان ربنا يشفيه لو واحد مثلا ربنا شفاه يتصدق بنية الحمد لله طبعا احنا بنتصدق ونحط النية وربنا بقى بيكرمنا والله يا جماعة احنا نتصدق ونحط النية بس اللي احنا عايزينها وربنا والله ما يغذبنا وزي الحكاية يا تقل اللي انت وكنت ايليهالي اللي هي بتاعت اللي هي كانت فيه واحد ده يعني تعبانة وعندها فشل كلوي فتعبت بقى من المرض ده يا نادة وقالت بقى أنا خلاص جبت آخري كده بمعنى الكلمة وبعد كده كتبت قالت انها نزل خبر وهكتب يعني حد يساعدها مثلا حد يساعدها مثلا وهتحط مبلغ خمسين الف جنيه مثلا فجت واحدة طبعا من تدول الأخبار فجت واحدة للمستشفى وقالت يا دمع انا موافقة على كل الإجراءات وكل الفحوصات عشان محتاجة الفلوس عشان محتاجة الفلوس وكده فدخلت عليها المريضة لأيها بتعايت بتقولها انت بتعايتي قالت لها اه قلت لها طب انت مين اللي جابرك على الكلام ده قالت لها انا اللي جابرني هو فقري الشديد وحاجاتي للمال طب طبت عليها وقالت لها بصي ما تخفيش انا مش اخد منك الليتك ومش عايزة منك اي حاجة بس انا عاوزة بس منك دعوة حلوة كده فرحك جاية ادتها الخمسين الف جنيه وقالت لها مش عايزة منك حاجة جاب بعديها يعني كام يوم كده يا نادا الدكاترة تعجبه اللي هو ايه ده فين ما عنديكيش مرض ما عنديكيش حاجة فاللهو يعني هي تصدقت والستة ادتها دعوة حلوة كده من قلبها فربنا شاء عنها كتير زي الحكاية برضو برضو راجل كان غني جدا جدا وكان محتاج رح لكذا دكتور قاله لازم تعمل عملية في القلب ضروري وراح برضو لكذا دكتور برضو عشان نشوفوا العملية دي مهمة ولا مش مهمة ما كانش عاوز يعملها وكده وبعدين قال له لا احنا لازم هنعمل لك العملية دي فطبعا كان الان جدا قال العملية دي يا اما تنجح يا اما خلاص كده هتموت فتلع اتبرع بمبلغ كبير جدا جدا من ماله اتبرع بيه وراح بقى للدكتور بعدها في يوم العملية عشان يعمل العملية بعدها استعجبه قوي استغربه ازاي انت طب انت عملت ايه طب ايه اللي حصل بصدب طب انت خلاص كده انت خفيت ما فيش اي حاجة عشان هو يا نادا كمان شال حملة عن غيره فربنا كمان شال عنه يعني بيقولك وتصدقوا يعني استادسا برضو يتقى ان في دواء للامراض القلبية كما في قوله لمن شكى اليه قسوة وقلبي اذا اردت تليينه قلبك فقطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم سابعا بي نادا ان الله يدفع بصدقى انواع من البلاء كما في وصيد يحيى لبني اسرائيل وامركم بالصدقى فان مثل ذلك كما صرقوا لأصره العدو فاوسق يده الى عنقه وقدموا ليدرب عنقه فقال انا افديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منه فالصدقى لها تأثير عجيب يا نادا في رفع انواع البلاء فلو كانت من فاجر او من ظالم بل من كافر فان الله تعالى يدفع بها انواع من البلاء وده امر معلوم عند الناس يا نادا خاصتهم وعمتهم واهل الارض مكرون به لانهم قد جربوا طيب نيجي لسؤال حلقتنا يا تقى النهاردة هل تغفر الظنوب بالصدقى؟ النصاحب بالصدقى يا نادا يبارك له في مالي كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما نقص مال من صدقى طيب يا تقى عندنا برضو في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون وبرضو كان معانا حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انت هتقوليه برضو اللي انت ذكرتيه قبل الحلقة بشك تومرتين اه اللي هو قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشك تمر بشك تومرتين ايوة نادا ومش بس كده ده كمان تكملته ايه بقى؟ بيقولك ايه؟ قال عدي سمعت رسول الله تعالى يقول اتقوا النار ولو بشك تمر فمن لم يجد شق تمره بكلمة طيبة؟ معنا مداخلة تلفونية، أستاذ محمود من منوفية ألو؟ ألو؟ حضرك، أهي يا فندم أهي يا فندم، تفضل حضرك يا فندم، بحية حضركك وبحية حضرك أستاذ سؤاء أهلا وسلام بحضرك كان لدي حضرك بس تعقيم كده عن حاجة بسيطة تظاهر تفضل حضرك أنا مثلا لو واحد أعمل حرام مثلا وأعمل ربنا غضب عني ومش عارف إيه حاضرك مثلا لو أنا أتصدق إلى الله مثلا عشان يغفر ذنوبي قال ربنا يعني كنت دي حاجة حلالة يعني؟ أيوة طبعا تصدق بنيت تغفير الزمن يعني أنت أنت أقول أنا عملت حاجة غلط وما بينك وما بين ربنا عايزة صلاحك كده بتحط النية بتاعتك وتصدق بالنية دي وأنت بقى هتشوف بنفسك كرم ربنا معاك ورحمته ولطفه بيك كامل بالظبط ربنا هتقبل مني جدا أه طبعا أه طبعا أنت بتصدق بنيت تكفير الزمن أه بس تصدق بالنية دي وتعالى بقى وشوف بقى إيه اللي هيحصل معاك هتلاقي كرم ربنا والله قدامك كده تماما شكرا شكرا لحضرتك جدا على المداخلة دي تعالي يتوقع ندخل في الطرق الطرق إذا كانت سرا طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل وذكر في نهاية الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه طيب يجي حد يسألنا ندا ويقول هل يشرع للمبتلي أن يخرج صدقة بنيت تكفير الزمن؟ لا طبعا معينا برضو من الطرق إذا أسرع بها حين توفر المال أو أسرع بها فأنفقها قبل موته وقبل الاحتضار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفكر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كمان يا ندا لا حرج أن يصدق المسلم عقب كل معصية بشيء من مالي لعموم قوليه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات وقوليه تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتأطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وقال ابن جريب إيه بقى يا ندا يكفر عنكم من سيئاتكم بمعنى يكفر الله عنكم بصدقاتكم بالضبط كان برضو يا تقى السيدة عائشة أم المؤمنين كانت بتعطر الصدقة قبل ما تعطيها للفقير فسألوها عن كده بليه بتعطر الصدقة قبل ما تعطيها للفقير قالت لهم لأنها بتقع في إيد ربنا قبل إيد الفقير يعني حاجة جميلة جدا خلينا يا تقى قبل ما نختم حلقتنا النهاردة معانا تهناء برضو وليهنة طبعا تتقدم أسرة البرنامج بتعزئة وفاة الراحلة دكتورة عبلة الكحلاوي في الدعية الإسلامية رحمة الله عليها وأسكنها في فسيح جناته طبعا خبر وفاتها أحزانا لأنها فعلا شخصية محبوبة وأنا بحبها جدا وكلنا زالنا على الخبر ده ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها ويجمعنا بها في الجنة إن شاء الله يا رب إن شاء الله قبل ما نختم حلقتنا النهاردة برضو حب أبعث خالص أعزاء لخلته أشجان شحاتة في وفاة ماما بشرة ربنا يرحمها يا رب ويخفر لها ويجعل مسواه الجنة يا رب وعزاء خاص لخواتي طبعا آية وإيمان وأحمد في وفاة ماما بشرة ربنا يرحمها يا رب كانت حبيبتنا كلنا وغلي على قلوبنا كلنا رحم الله أموتنا وأموت جميع المسلمين آمين يا رب كمان معنا تهنئة كل الدعم والتأييد للأستاذة شيماء العدل طبعا محافظة المنوفية خير من يمثل السادة المحاميين بمجلس نقابة محاميين المنوفية كانت بتتميز طبعا من أخلاق وثقافة وطموح وتطلعاتها البناء في الأعمال الخيرية بالتوفيق إن شاء الله ليها وبالتوفيق ليها يا رب خلينا نختم حلقاتنا النهاردة يا طاقة شكرا لك جدا شكرا لك يا طاقة كانت حلقة جميلة جدا جدا إن شاء الله متعوضة بحلقة أطول بإذن الله إن شاء الله استنونا كل جديد من برنامج بدون سابق انظار كل يوم اتنين ساعة خمسة باي باي اشتركوا في القناة